قالوا اسمه طلع ما شو هذا بهذه الكلمات يستعيد هذا الشاب ذكرياته مع بداية سقوطه جريحا في جبهة الضباب غرب محافظة تعز إلى سقوط اسمه من كشوفات رواتب الجيش الوطني بشير غيلان شاب في العشرينيات من عمره خارج كغيره من شباب المحافظة للدفاع عن مدينته ودحر الميليشيات الانقلابية ضع اسمه لا قريح ولا شيء عنده عمر من السمزاني عنده من الوسبعة عامر وعمل الحمد الحمادي قالوا خلاص المحور قدرت للمحور وسلم كله قائد معه ملف كله قائد معه ملف والآن ما استلمتش ولا اتحاقه كنت طالب قامعه بشاريع القانون كان بشير أول جريحا من المقاومة الشعبية في جبهة الضباب عند بدء تأسيسها أصيب برصاصة في رأسه واعتقد الكثير أنه فارق الحياة يعني قناص بالرأس ضيعته أدى كريح تم إصابته بالرأس بعدين سحبناه لعند العمارة حق عمارة التاقير ما قدرناش أصحب قثته بعدين لا من كثر الرصاص وهذا قلينا هناك مطرح للساعة ثنتين ونص بعد الظهر بعدين سحبناه من بعد الساعة ثنتين ونص بعد تعاون من أصحاب البلاد للقرية خرقواه للمستشفى الميداني نقل بشير إلى الخارج لتلقي العلاج وتعافى من إصابته ليعود إلى اليمن لكنه لم يجد اسمه ضمن قوائم المنضمين لقوات الجيش الوطني ليجد نفسه في رحلة متابعة قيادة محوري تعز لإضافة اسمه أسوة بزملائه فواز الحمادي قناة بلقيس تعز